السلام عليكم وغزالات كيف تتم مالا بس لكم نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ان شاء الله تكون الأمور مزيانة والمورال هو هادك رجعت لكم اليوم فيديو جديد على القناة كيخص العبايات جزء ثاني موحد الجزء كنت بديت معكم فيديو سابق دي العبايات اللي منبطة وملونة يعني ماشي فقط اللون اسود شوفوا معي هذا اللون الزيتي كيفاش مزيون هادو كاملين يعني مشارجين بمعنى انهم ما يصلحوا شي يعنين دائمان او لا نخرجوا به مثلا غيرن اي هكذا شي صخرى او لا مثلا الخدمة او لا شي حاجة لا ادخصهم مناسبات وقتها خاصة كيستهلوا يعني اننا مناسبتكم كتستهلوا واحد نوع من من العبايات تكون شوية منبطة غتشوفوا معي الألوان مزيونة بزاف طبعا السيدة اللي ما عنده شي مع الألوان يعني ما كتبغيش تلبس الألوان شوية تكون يعني بينا فهذا العبايات ما غاي عجبوها شي ولكن سيدة اللي محبة للألوان فأكد غاي عجبوها هم مشارجين بزاف ولكن القاسي المشترك ديالهم هم انهم انيقين ومزيونين ومستيرين في نفس الوقت هتشوفوا معي الألوان خصوصا اللون الأزرق يعني عبايا كاملة في اللون الأزرق كتجينها شوية غريبة ولكن هي فعلا كينا وصبرك الله على الإبداع ديال المصممين راه ما عنده شي حدود ودائما كنشوفه الجديد وكنشوفه السيلات اللي ما كناشي كانت تصوره هشحل هدي ولكن دابا كينا وحضرة بقوة انتما كتشوفوا معي الوريدات اللون الأحمر الأزرق كينا الولي يعني تختار لك على بالك غادي جبال العبايا فيها وطبعا كل سيدة كتختار اللون والستيل اللي كيتماشى مع الشخصية دياله أولا ومع الشكل الجسم دياله والعبايا كتبقى واحد القطعة مميزة في المريو ديال كل سيدة كتقدر تنسقها مع بزاف ديال الحاجات وهادو كيجي مزيونين يعني كتقدر تلبس حتى منو مشي الباس وكوية كتبقى هي كإضافة كيجي مزيونة وكيجي واحد مظهار مزيون وشيكها هو اللون الأزرق كيجي يغزل بزاف وبغيت نوضعوا حد المعلومة لأن بزال ديال متتبعات طرحوا عليه وحد سؤال ووش هدو العبايات مجين من المغرب فأنا كنقولكم حبيباتي هدو العبايات مجين من العربية السعودية يعني من الموطن الأصلي دياله وتحية للوطن الحبيب طبعا المغرب فيه فيه البلدي ديالنا وفيه جلاله وفيه قفاتم فيه تكاشط ولكن هدو ماشي مجين مغرب مع احترامي للجامع والله يسل كل واحد طبعا المغرب فيه الحاجات كتحمق اخر من نوع اخر ولكن هدو العبايات مجين من العربية السعودية هدو ما بين قوسين وصافي بغيت نوضع بزاف ديال متتبعات طرحوا لي هدو السؤال وبغيت تشوفوا معي هدو العبايات هي مزيونة بزاف وخط سوار معطاها شي حقا ولكن انا حاوت ننبيلكم هدو التفاصيل اللي عنده جات مزيونة بزاف جات بحاشي مونتو هدو عملية يعني تقدر تلبسها مثلا شي خريجا في النهار مزيونة بزاف تلبس من تحت من نحو يجد وهي من فوقي تجيبها شي مونتو ويجد تبديلها شوية واقف يعني شوية بارد سخون عفوا وهنا يسواتكم واحد المقطع من هدو المركز التجاري كبير بزاف يعني هدو عبايات جودة عالية وكنتمنى ان شاء الله يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم ودائما ان شاء الله غتشوفوا معي الجديد وكنشكر كل متتبعة من كل قلبي دخلت عندي وخلتلي جيم خلتلي تعليق خصوصا تعليق الجميلة ديالكم كتفرحني وكتشجعني على العطاء وكنتمنى دائما تكونوا حبيبتي على خير وان شاء الله نطلقكم فيديوهات مقبلة في امان الله اشتركوا في القناة